في ناس ممكن يختلط عليها الامر فتفتكر ان غنوة في قلب الليل هي لها علاقة بفيلم في قلب الليل اه اه ايه اه مين قبله مين الاغنية عملت في 86 اه هي كانت قبل الفيلم قبل الفيلم حلوة متحطتش للفيلم ازاي دماغك اه ماشي الصوت على لعب الدور بس يعني ايه اللي جاب ما كاتش اساسا اسمها قلب الليل خصة الفيلم لها دور اه ما يخطرش على البال في الاغنية نفسها اه الاغنية تلت سنين في جيبي مش عارف ابتديها اه عسام عضالله اللي ارحمه الشعر عظيم الجميل خالص قال لي انت اللي لازم يلاحن دي فلما ارها لي عجبتني جدامت بس مش عارف ابتديها كلما ابتدي ما فيش بخط اه واسألني تلت سنين لغاية ما مرة نازلين اشتري جرايد الساعة 3 الصبح دي كانت التمشية بتاعتنا انا وعصام احنا كنا جران فوقفين عند ستاند الجرايد اللي عند جروبي ام ببص كده لغيت كتاب قلب الليل ام ماجيب محفوظ ناجيب محفوظ الاغنية كان قاولها الليل حزين ام ده اللي كان تعبني ان ان واقعة اللي هقوله وانا ولحن الليل حزين مش مريحة ام اتلحنت كلها ايوه قبل الفجر ما يطلح ازاي اتفكت لا لا ما ترميش كلمة فقال بالليل وتسيبني اه سمعها لي بقى بصوتك لأنه ده اللي أنا مش تقاله هموت بس أنا النهار ده يعني مش مشكلة اهلا ايه بطير حاجات دي مليش دعم مش هيطلع حال والنبي يا مودي احياتي ده ده أمني يا شخصي كنا قاعدين وانا بقى يعني ابتدت الاول ما كنتش ابتدت اللحن لحيات طيب اتصرف ازاي انا حاسس ان اللي حيغني الاغنية دي ما كنتش عارف مين اللي حيغنيها خالص لسه لازم يكون راوي وصوته عميق مش هيغني طول الوقت يعني هيبقى بيغني وكأنه بيتكلم وبعدين يغني فلاقيت الدخلة في قلب الليل وعز في الصمت متهادي كموجنيل تبع عميقة كده في قلب الليل وبرد الخوف بيتك تكسنان الخيل الله لإنه عصام في كتابته بيه بيتك تكسنان الخيل يا عصام قال لي يعني برد فضيع لإن الخيل ما بتبردش بسورة ايوة ده بيمماشي في يعني عادي يعني مش زينا مش عايز بطاني برد ما يستحملوش باشر وما في حد في الشارع سوى مهر اتربط جازة يعني شخصية وحالة ومشاعر صاحب قوي ان هم يتفسروا من بعض وما في حد في الشارع يعني هنا ابتدى ايه بيحكي اللي هو شايفه الرهاز الراوي ما بيحكيش حكايته هو دلوقتي هو بيحكي الزمن المكان الجو البرد معين بيحكي الشخصية اللي قابلها في نفس العمارة كان ساكن عادي الحجار يعني انا وحسام جيران نفس العمارة وجارنا عادي الحجار شققتي وشققه الحيط في الحيط وإحنا زومة لما نقام الكلية على فكرة كمان علي وانا يعني صحاب من زمان جدا وكنا بنقعد نغني البعض في جنينة الكلية فحسام بيقول لي ايه راهيك نسمعها العلي تقولوا اه والله يا ريت بس كان مستغربها شوية فيسمعها مرة يقول لي اه عجبان يا مودي انا هغنيها بعد يومين يقول لي اه مودي انا مش عارف انا متردد في المعنى اصلاها مختلفة قوي يعني وجايز ما تلقش في الالبوم وانا اقول له يا علي انت لغنيت القنية دي ده هيبقى تاريخ لان صوتك فيها واداك انت بالذات هيعمل اللي مالوش سابقة وانت اللي قادر يقدم ستايل جديد صوتك الغني جدا بسم الله ان شاء الله واداك المتناوح خالص خالص وعلي مش عقف جدا غني جديسي حلو قوي على فكرة مش بس عربي يعني لونة اه والله وسمع وسامع كل اوبراة العالم